بأسماء الله الحسنى في الحديث أن لله تسعة وتسعين اسم إلا واحد أن لله ميت اسم إلا واحد من أحصاها دخل الجنة من أحصاها دخل الجنة اليوم صقر ويظه الله وجه يذكرنا بأسماء الله الحسنى كل واحد فينا كده لو قاعد حال يتذكر أسماء الله الحسنى ترى كده يبطى مع الدعاء إذا كان يحتاج رحمة يقول يا رحيم رحمني إذا كان يحتاج والله يبي يدعو على مظلوم يا جبار يا منتقم كيف أن يسخر هذه أسماء الله الحسنى بما يتلاثب مع الدعاء جاهزة بلا شوي جاهزة يلا اسميها عطيني مشاركتك هي عن الصدقة عن الصدقة يلا الصدقة تطفي عظب الرب الصدقة تطفي عظب الرب ما شاء الله عليه الله يحفظها أذكره الله عنها يا أخواني ما شاء الله شو يا أخواني ترى من حين كل واحد يوم ذكرنا بشي مهم جدا قاة الصدقة تطفي غضب الرب وأتوقع أنه هذا الحديث كلنا نعرفه كلنا نحفظه لكن نشوف التذكير يا أخواني لما يكون من طفل ترى توقع يكون تأثيره أكبر وأكثر بنجيكم يا شباب بعد ما أخذ حاتم حاتم أنا أتوقع لي أول مرة تصير في برامج الواقع فيما أعرف نعم تام من 2014 وأنا في هالباب ما أذكر أحد جود أهلا مرتين في برامج الحمد لله يا أنها دعوة يا أنه برايم قريب يا أنه في شيء لا أدري شاء الله شاء الله شكرا